مش هتصدق لما تعرف إنه عاد الإمام وسعيد صالح وحنان ترك ووفاء عامر وغيرهم كثير أو إن الفنانين دخلوا السجن ووقفوا وراء القطبان وكمان في منهم أخذ أحكام تعالوا بها أعرفكم إيه حكايتهم وتسجنوا ليه ما كنتش طبعاً تصدق إن الزعيم عاد الإمام بجلالة قدره اتحكم عليه بالسجن أيوة زي ببقولك كده وكانت أول مرة يبقى بسبب مرتضى منصور أو ممكن نقول بسبب فيلم الأفوكاتو واللي مرتضى كان حالف ليسجن الزعيم واللي اتنين راحوا لبعض المحكمة ببادي جاردات ورجال عضلات ده على حسب رواية مرتضى منصور بس وقتها الزعيم ما تسجنش ولا حاجة القضية دي بقى اللي وقفوا فيها هما الاتنين قصاد بعضة في المحكمة كانت حديث الصحافة لأنهم الاتنين كانوا مشاهير وما حدش كان يتوقع إنه ممكن يطلع منهم كده المفاجأة بقى إن مرتضى منصور لحد النهاردة ما نسيش الموضوع ده أبداً رغم إن عاد الإمام اتعامل معه كأنه ما فيش حاجة حصلت وما كانش بيجيب سيرته بس المرة التانية بقى لما ترفع عليه قضية أخذ فيها حكم ثلاث شهور حبس وبعد ثلاث أيام اتده وترفضت وخرج منها عاد الإمام عادي أما بقى سعيد صالح فاتحبس بدل المرة اتنين ودول زي ما قال الكلام الرسمي فهو عشان المواد الممنوعة اللي كان بيشربها اتسجن وده بقى كان فعلاً دماغ قال إن أحسن أيامه الأيام اللي قضاه في السجن لأنه عمل فيه أصحاب حقيقيين وقرب من ربنا لدرجة إن جاله اكتئابه وخارج عشان هيفتقد حاجات كتير كان بيحبها ويتعود عليها لأنه كان برنس ودماغهم مشيا وأهم حاجة عنده بقى إلا على هواه بس لدرجة إنه مش فارق معاه أي حاجة ولا أي حد أصلاً أما بقى من شلبي فاتحة بس بس ما طولتش كتير هم كانوا كام يوم بس وده بعد التهمة بإنها كانت جاية من برى مصر ومعها مواد ممنوع في شنطتها اتعمل طبعاً حوار كبير وفعلاً أخذت حكمة من المحكمة بس كان مع إيقاف التنفيذ ودفعت غرامة 10,000 جنيه بس بقى اللي تسجنت سانة كاملة كانت دينا الشيربيني وكانت برضو في قضية زي قضية منا شلبيب بس كانت قضية دينا كانت قضية تعاطي وتقذت كتير بعد القضية دي وكانوا عاوزين يمنعوها من التمثيل لحد ما أصحبها في الوسط وقفوا معاها وقالوا عادي إن كل الناس بتغلط وإيه المشكلة؟ ترجع تكمل حياتها عادي وفعلاً دل حصل ورجع الدين عادي لحياتها أما بقى حنان تورك فكانت في قضية واحدة مع وفاق عامر وكانت القضية دي مشهورة جداً وقت ما تقبض عليهم ودول بقى كانوا في قضية مخلة واتحبسوا الاتنين 12 يوم لحد ما التحقيقات خلصت واللي كشفت إنه هم كانوا موجودين في المكان اللي تقبض عليهم في ده كانوا عشان بيشتروا ملابس استعراضية من 6 هناك والقضية خلصت على خير وخرجوا بس الصحفة وقتها قالوا إنهم فعلاً بيشتغلوا في المكان ده وقالوا كمان على الفلوس اللي كل واحدة بتاخدهم من شغلها هناك بس الحقيقة المؤكدة في الموضوع ده إن النيابة حفزت القضية وإنهم اتحبسوا 12 يوم وبما إن المواد الممنوعة هي طريق الفنانين في إنهم يضيعوا مستقبلهم عليها وكأنهم يعني قصدين يمشوا في السكة دي فأحمد عزمي اللي تقبض عليه مرة وما تسجنش عشان بطلان الإجراءات بس آخر مرة تقبض عليه فيها كان متلبس بمواد ممنوعة وأخذ 6 شهور حبس وكمان دفع فلوس وخرج بعدها من السجن ندمان ومش عاوز يرجع للسكة دي تاني وزيه زي نيفين مندور اللي هي فيحاء في اللي بالي بالك اللي تسجنت بسبب نفس الموضوع وزود عليه بقى إن كان معها طلقات رصاص الشهرة بتغري وبتخلي فنانين كتير يفكروا إنهم ممكن ينفدوا بجلدهم أو بتخليهم يروحوا لطرق مش واخدين بالهم منها الأهم إن كل شخص يفوق ويرجع لحياته بسرعة